مهندس صلاح دياب هتقول كل الحقيقة؟ لازم أقول كل الحقيقة مالك التهاجي ليه لو مش هقول كل الحقيقة؟ مش نصها يعني لا كلها تفتكر رأيه أكبر أخطاء حسني مبارك؟ أكبر أخطاء حسني مبارك في رأيي أنه البداية بتاعته كانت كويسة جدا ودليل على هذا أن الراجل ده هو كان اختيار جمال عبد الناصر ثم كان اختيار أنور السادات والاثنين ما نقدرش نتهمهم بالسزاجة يعني قعد تلاتين سنة تلاتين سنة كل سنة ابتعد خطوة عن الناس مين اللي كان بيبعده؟ زكري عزمي؟ جمال مبارك؟ سوزان مبارك؟ مين اللي كان بيبعده؟ أي ناس أي واحد هيقعد تلاتين سنة حوالي ناس بيبقى لهم مصلحة في إبعاد الرئيس والاستئصار به بحيث هم يبقوا بتزداد أهميتهم كلما بتعد الرئيس كلما الناس بقت تهرع إليهم هم على سنهم أقرب ما يكون إلى القرار أقرب ما يكون إلى الحكم أنت كنت مستعد وقلت أن أنت ستنتخب مبارك إذا رشح لفترة خمسة حصل دمور في أحلام وفي طموحات الشعب المصري كله الدمور والتواضع وصل إلى درجة أن أنا كان أملي في الحياة لاحظي أن الرئيس مبارك كان عنده حاجة وثمانين سنة أنا أملي في الحياة أن المادة 77 كانت تتغير بحيث أن أي رئيس ييجي يقعد فترتين فقط الرئيس مبارك ما صرحش هو عاوز يخش فترة تانية أو لا ما صرحش ده سابع العملاء دي في غيب للغيب لآخر لحظة كل مصري كان بيقابل التاني صغير أو كبير يقول لك حتى رحين فين؟ بكرة يحصل إيه؟ دي كان لغز برد كنت متوقع أن جمال يأتي بشكل حاسم؟ أنا عمري في حياتي ما صرحت بهذا عمري لسبب بسيط لو كنت صرحت بهذا يبقى نوع من النفاق الرخيص ده توقع أن جمال جاي جاي؟ لا أنا ما كنتش متوقع أن جمال جاي جاي أنا كنت متوقع أن فيه مفاجأة كبرى هتحصل إيه هي؟ أنا مش عارف بالزبط محدش كان عارف إنه كان عندنا إرهاصات كان عندنا إحساس أن فيه شيء خطير هيحصل أنت وفدي وعضو في الهيئة العليا للوفد تفتكر حزب الوفد قبل سقوط النظام كان حزب معارض بجد؟ ولا كان دخل في مرحلة كده يعني مش هنسميها غيبوبة ولكن مرحلة المعارضة المستأنسة لا ما فيش ما قدرتش أقول معارضة مستأنسة ولا معارضة غير مستأنسة لا قدر أقوله أن كان فيه حالة تعايش بين أمر واقع لو ما تعايشتش مع الأمر الواقع تبقى كوميديا كان فيه تعايش مع الأمر الواقع تعايش من كل أفراد الشعب مع الأمر الواقع لحد يوم 24 يناير الكل كان متعايش بطريقة أو بأخر كل واحد طلع بعد كده في مدان التحرير فوج إن جنبه مليون واحد فين الحقيقة الحقيقة الكاملة في القصة اللي نشرتها لمصر اليوم حول التنصيق ما بين الوفد والحزب الوطني وعايز الحقيقة كاملة فيها أنا ما عرفش بيني وبينك أنا منش رئيس حزب الوفد أنا في الهيئة العليا إنما لو كان حصل تنصيق أهو نوع من أنواع التعايش إنما أنا ما كنتش عارف إن حصل تنصيق إذا لما إذا أنت اعتذرت عن هذه القصة لأنها في النهاية في جارتك يعني لا أنا دي أولا أنا مش مشرف على جارتتي أنا بقر جارتتي بالليل يعني أنا بجيب نسخة بشتريها بالليل من البائع ولا تتدخل فيها على إطلاق؟ لا لا أتدخل ما لا أتدخل غير في الإطار العام جدا إنما أنا مش فاضي عشان أمسك رئيس تحرير يعني مثلا لو تيجي حضرتك تسأليني دلوقتي هل أنا تدخلت وأنا لديت المعلومة دي أنا عرفها منين؟ لا يعني بس سألت أكيد عن هذه المعلومة عن مصادر هل يعني صلاح ذياب يعرف الحقيقة؟ كان فيه تنسيق بين الوفد وبين الوطن؟ والله لا أعلم والله لا أعلم إنما أنا ما أستبعدش ولا أتاهم حتى لأن لو حصل مثل هذا التنسيق ده نوع من أنواع التعايش الذي كان يتم ما بين كل مصر ورئيسها أي أن كان الرئيس موقفك إيه من التحالف بين الوفد والإخوان دلوقتي؟ طبعا أنا لا أرتاح أن أنا أخش مع حزب ديني إنما لو الإخوان بيتكلموا لو دخلين ببرنامج لبرالي لا علاقة للدين به أهلا وسهلا الآن من رئاسة دكتور سيد بدوي لحزب الوفد؟ لا ما نشقل رجل أعمال عمل التحالف مع حزب الوفد كإشعات عن تنسيق بينه وبين الوطني في السابق الحاجات دي كلها مش ألاك؟ لا أنا ما يعني أنا ما أقدرش الخلق هيجي لو عند التخوين أنا ما أخوانوش كل واحد له اجتهداته وفكره ومبرراته لو أنا ما أطرحه مش هعمل هذا التحالف إنما ما أقدرش أسهل حاجة دلوقتي أنك تولي ده فلان ده خاين وتتهمي أنا مش عايز أخوان يعني شايف إن الحزب الوفد الآن له مستقبل في الشارع المصري؟ حزب الوفد له مستقبل لأن حزب الوفد بقاله ده من سنة 19 يعني له ماضي له ماضي وقد يكون له مستقبل لأن ما فيش حاجة هتثبت على الوضع اللي هو فيه النهاردة ممكن الوضع ده يتطور إلى أحسن ممكن يتطور إلى أحسن يعني ولا نحكم عليه بالإعدام خلاص امتهى حزب الوفد ما فيش حاجة انتهت أي حاجة قبل للتطوير قبل للتصويب أخرج فاصل تفضل بدأنا بالسياسة بعد الفاصل قبعات صلاح دياب كثيرة يرتدي عدد من القبعات هو رجل أعمال ورجل إعلام وسياسي مجموعة كثيرة من القبعات ونبتدي نشوف قبعات صلاح دياب أنت رجل أعمال متعدد الأعمال يعني من الحلويات والغاز والأراضي والمنتجات الزراعية والإعلام وأشياء أخرى كثيرة وخلينا نبتدي من الآخر القضية المثارة الآن شاركتك مع صهر الرئيس مبارك أو رئيس سابق مبارك محمود الجمال في شركة سانسات على ما أعتقد صحيح اشتريته الأرض دي بأقل من ثمنها كان ثمن المتر أو الفدان خمس تلاف جنيه وانتو اشتريته بثلتمية وما إلا دلك ده البلاغ اللي متقدم أولا البلاغ أول حاجة أنا بشتغل مع محمود الجمال من سنة 94 يعني من زمن قبل ما لا 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 ما أنا هقولك من أيام ما خديجة كان عندها 4-5 سنين كويس فمشروع ومشروع سانسات اللي هو ابتدناه مع بعض مشروع أفل أبوابه وبيعه بالكامل في 2005 وانتهى يعني قبل مصاهرات وقبل كل هذا الكلام ده انتهى أساساً صلاح دياب مواطن عادي جداً ومحمود الجمال عادي جداً يا ميه 94 ولا 94 كنتم مواطنين عادي أنا أكمل بقى طيب مش تديني فرصة عشان أقولك مواطنين عاديين جداً واخدين قروض من بنك القاهرة قروض فظيعة جداً وحصل الانهيار بتاع السوق العقاري وطردنا صديقنا أحمد البرداعي عشان نسدد الفلوس اللي علينا وكدنا نفلس لحد ما جه واحد شاركنا وقمنا بالمشروع وسددنا اللي علينا بالمليم لم نطلب إعفاء من قرد لم نطلب تهميش لفايدة دفعنا كل اللي علينا بمعركة مريرة بمناسبة أحمد البرداعي صغيح حصل بينكم شجار وصل للضرب؟ لا شرب الشيك؟ لا حصل شجار هو كرئيس للبنك بنك القاهرة بنك القاهرة شافنا مديونين كان ديونك أدي يا صلى الله عليه نعم كان ديونك أدي كان يميها ديوني 180 مليون جنيه وكنا احنا مجموعة شركاء احنا يجي 15 واحد انا حطيني يمكن رئيس مجلس الدارة بسبب السن ولا حاجة سيك كده هو بسبب سن سينيورتي يعني وأحمد البرداعي بيتناقش ومش متفهم ان سوق العقار وقع في مصر فكان متشدد جدا وكان له حق في هذا كرجل بيبص على مصلحة البنك بتاعه وإحنا بنمتشبسين بالموقف بنقول له احنا هنعمل ايه ادي الله ودي حكمته دربته بعض؟ لا عوز بالله اتكر معظم رجال الاعمال اللي بيوجهوا تهم الان معظمها حول الاراضي معظمها حول الاراضي اتكر الخطأ في قضية الاراضي كان فين كانت تخصيص اللي كانت سياسة ده انا هقول لك حاجة ولا ان خدوها وبعوها طبعا انا هقول لك حاجة لما تاخدي ارض للزراعة وتبيعيها عقار كمشروع عقاري خطأ لما تاخدي ارض للصناعة وتعمليها الى سكني خطأ اللعبة في التخصيص خطأ كبير جدا الخطر انا بشوف ان الفساد مش في رجال الاعمال مش في الافراد الفساد في التشريع نفسه يعني ما تيجي تعملية تشريع يسمح لي بان انا احتكر بطريقة قانونية 24 ارات ما هو ده فساد في التشريع ما تديني اما التشريع يسمح لي ان انا اخذ 10 تلاف فدان او 15 الف فدان وحاولهم الى مشروع عقاري ما ده نعمل الاحتكار يعني انا خدت ارض للزراعة زراعتها زراعة تصديرية كلها طلع علي كلام يقولك ده احد يعني يقولك ده بيجيب خبرة منين خبرة منين بيجي بقى عند القضية دي وهو هي القضية الاخرى اللي كنت هتكلم فيها ده كله قضايا بقى ما عليش بقى ما انتعايش نص الحقيقة هي لا انا هقولك كل الحقيقة بس اصلا هقولك حاجة لو انا ما عنديش المصر اليوم لو ما عملتش المصر اليوم تفتكري كنت هاتهم تهمة واحدة من التهم دي يعني انت شايف ان المصر اليوم هي التي كانت وبالا على صلاح دي اكبر شرف ليه هي المصر اليوم لم تكن وبال انا متمسك بيها لكن لها ازعجت كثيرين لدرجة ان هم بينغبشوا وراك لا يعني عايز اقولك حاجة حضرتك في الصحافة حاجة صحفية وبتكتبي وبتقري كل الجرائد مظبوط تمام شفتي حضرتك جورنال زي روزا اليوسف روزا اليوسف ده تخصص فيها وقال ده مين اللي كان بيطلق هؤلاء لانك تبقى كل يوم في الكارتون كل يوم في الكاريكاتير كل يوم في المنشط في ستة آه ستة في ستة ستة في ستة آه وبعد كان فيه بعد كده سبعة في سبعة واربعتاشة وحاجة معرفش انما اللي انا عايز اقوله لك طبعا مين سألت اكيد لا ابدا لا بحكم وظيفة لو انا لو بحكم وظيفة الجريدة انها جريدة طلع عشان آآ آآ تقف مع النظام او لسان حال النظام طبعا لما تصدر جورنال تاني اخر اسمه المصر اليوم بيستكتب مجد مهنة كل يوم وبيستكتب آآ الله يرحمه بيستكتب سعد الدين ابراهيم وبيستكتب آآ جبال البنة وبيستكتب آآ معارضين من كل لون ومن كل نوع وما بيتشلهمش سطر وبيستكتب بلال فضل وبيستكتب كل هؤلاء تفتكري الجريدة الأخرى اللي هي لسان حال النظام هتتركني في حالي لا بل بالعكس ده بدل ما يدونا نشان على التصدير وعلى ان احنا جبنا نوهاو جديد في التصدير هل النوهاو الجديد ده كم من اسرائيل؟ ازاي هي اسرائيل بلد زراعية يوسف والي كان بيستخدم خبرات اسرائيلية ما عايز اقولك حاجة الراجل المحترم يوسف والي كويس مش كل حاجة مش هنرمي كل حاجة على الناس اللي فاتوا الراجل المحترم يوسف والي كان بيسعى الى ان احنا نعمل اكبر زراعة ممكنة في مصر وبعدين كان بيشجع على الزراعة السحراوية استخدمت خبرات اسرائيلية لتحسين المنتجات لا احاول لحضرت حاجة اطلاقا على الاطلاق لا اولا اعمري ما زورت اسرائيل عمرك ما زورت اسرائيل في حياتي انا ما هو عايز اقولك حاجة است Random اللي انا بقوله ممكن ولا لو زورت اسرائيل الجوثات والجنسية مش هعرفو اعمري لا زورت اسرائيل ولا استخدمت اسرائيلين ده فيه واحد كتب من شهر كده عليه بيقولك ده عنده 350 خبير إسرائيلي لو أنا بعمل مفاعل نووي مش لدرجة 350 كتب كده لو أنا عندي مفاعل نووي هجيب خمس خبر فيه كلام إنه هشام آسم النشر السابق للمصر يوم قال إنه أنت زورت إسرائيل وإنه فيه ده وصلنا إنه أنا عايز أقولك حاجة اسمحيلي هشام آسم النشر السابق للمصر اليوم رجل صادق لا يمكن يكون هشام قال كلمة زي دي لا يمكن مستحيل إحنا وصلنا في الإشعات إن مسؤولين إسرائيليين وصلوا دقوة جمزاروا ما زرعك هنا فيه أعوذ بالله فأخرج فاصل ونكمل بعد الفاصل باقي الحقيقة مع صلحتي قلت لي أنك فخور بالمصر اليوم وهي جريدة محترمة لها ثقالها في الوسط الإعلامي التمويل بقى المبدأي الأول هل بالفعل كانت إحدى مشروعات الديمقراطية ده حاجة أنا عادي أسألك سؤالي عمالة ضحرجي تهم عشان أسمع كل الحقيقة بس مش بالدرجة دي يعني الحقيقة ما فيش حاجة مضيئة في الحقيقة كلها تهمات في تمويل المصر اليوم تمويل المصر اليوم لمعلوماتك كل اللي استعنت بيهم أصدقائي يا رأيكم هنعمل جورنال أحدهم نجيب سويرس قال أنا جربت أعمل كذا جورنال ودخلت في كذا جورنال قبل كده كلهم فشلوا مع ذلك أنا هخش معك ده نجيب طريقته وأحمد بهجة قال لي وهو كذلك أنا هخش معك وهكذا وابتدينا بالجورنال طبعا خسائر أول سنة كنا بنعاني ورفعنا رأس المال ما كناش عارفه رأس المال هيبقى كام العملية كلها أعتقد أن رأس المال المدفوع حتى يومنا هذا لم يتجاوز 12 مليون جنيه 12 مليون جنيه يعني ما أعتقدش حتى أن لها حاجة هتضلع نجيب ولا أحمد بهجة ومعظمهم واخترضنا من البنك العربي الإفريقي الفلوس طيب أنا بس عايزة أرجع للبترول الأمر محد عرض عليك من المسؤولين أن تدخل في قضية التصدير لإسرائيل ميدور وأنت رجل صناعة غاز وبترول اطلاقاً لم يعرض عليك لم يعرض عليك على الإطلاق وهقول لي حضرتك حاجة وهتك كنت تعارف القصة هقول لي حضرتك حاجة ولو أرض علي أنا مش هتدعي العفة احتمال كنت وفقدت احتمال كنت ها 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 هقولك لا لو اتعرض علي بشكل قانوني انما لم يعرض علي خالس لكن لا ارجع هنا وهنا دي حتة مهمة جدا لو عرض عليك بشكل قانوني انك انت كنت تقوم بعملية تصدير الغاز لإسرائيل لا 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 دي لا انا مش تتكلمي على تصدير الغاز تحديدا لإسرائيل اه موضوعي تعاون مع إسرائيل لا انا هقولك حاجة بقى برضو على فكرة انت بتفتح مواضيع لطيفة جدا انما انا اقولك بقى حاجة ده ان لان احنا امنا بأكبر حاملة ضد تصدير الغاز لإسرائيل ده احنا امنا بحاملة قولنا لهم ما تصدروا الغاز لأسيوت واعتبروا أسيوت دولة صديقة او دولة مجاورة بدل ما تصدروا لإسرائيل خليك معايا بس يا ميش الغاز ما رحش السعيد لسه الغاز اللي راح لأردن ما رحش السعيد انا معايش ما رحش السعيد فاحنا عملنا ثورة وعملنا ثورة في أجل التمن بقى اللي انت دفعته انا هنا بقى عايز اسألك ايه التمن اللي انت سددته يعني ده مش صداع ده انت يعني لو كل هذه الحملات وبالفعل كان عندك معارضين كثور داخل الجريدة ايه التمن اللي دفعوا صلاح دياب يوم 24 عشرة 2008 رفع تقرير ملفق مش مظبوط ان صلاح دياب داخل في حاجة اسمها المنتدى الليبرالي كان حاجة بيفكر يعملها نجيب سويس لم يعرض عليها الموضوع انا لو كان عرض عليها كنت دخلت وان انا داخل في محطات تلفزيون ونزلت مقالة عني وزير اعلام الظل فاكرة مقالة صفحة اولى وزير اعلام الظل علي فالنتيجة ان كل عقودي اللي بشتغل فيها من سنة 73 وكانت 36 عقد تم تجمدهم جميعا وكل اراداتي لدى هيئة البترول تم تجمدها وكل الفلوس دي دي فلوس بنوك وفلوس بنوك اجنبية مش فلوس بنوك في مصر لان انا بروح اقترض من خارج مصر عشان الشروط احسن خارج مصر وليا اسمعة برضو تسمح لي ان انا اقترض من خارج مصر فكدت افلس تماما وانتهى ولم شوفي الظروف والصدفة انتهى الموضوع تم توسيق عقد مصالحة 24 عشرة 2010 يعني من 8 شهر من 9 شهر 8 شهر ادي بداية امتى بقى مين اللي كن برفع لك سماعة التليفون وتشعر بكثير من الغضب من صوته يعني مش ما تقوليش ان هما ما كانوش بيدخلوا ما تقوليش ان يعني انت مالك هذه الجريدة انت صاحب الشير الاكبر كان لازم بيكلمه مين اللي كان بيكلمك لا لا هقولك حاجة ما فيش واحد كان بيطال ما كانش بيكلمني بس الكلام معايا ممكن الكلام في شكل عتاب في شكل زعل هكذا انما اعتقد لا يعني انا سلفئي زكريا عزمي دي كلها اسامي اكيد كانت بتكلمك لا للامانة لو كلموني كانوا يكلموني ما هو عارفين ان انا ماليش مصالح ومصالحي حتى عطلت بس انت عندك مصالح اقتصادية وعطلت زي ما بتقولي ما عطلت فانا بقى لما عطلت مصالحك انت كلمت حتى ده انا كنت مستعد استجير باي حد في الدنيا فجريت كعب داير لا امل ولا حل وتعنت كامل كعب داير على مين على على كل من تخيلت زي مين يعني ان معاش فاك اقولك مين يعني كلمت مين كلمت عرفت ان العملية دي ان دي كانت نتيجة تقرير من مباحث امن الدولة وانا بتكلم بطريقة ازاي ازاي بكلمك كده من مباحث امن الدولة والدكتور زكريا قال لي انا مكلف ان انا اقولك ان الموضوع بتاعك ده هو عرض على اعلى مجموعة انا مكلف ان انا اقولك قال لي وزير الداخلية مكلف انه يكلمك ايوه غضبانين من ايه يعني من من موضوع تصدير من موضوع البترول من المصري اليوم وبعدين راحوا ضمن له بقى عشان العملية تتحبك مظبوط ضموه له بقى حاجة اسمها المنتدى الليبرالي اللازي لم اكن اسمع عنه خالص محدش جاء دعاني اليه وقالوا لي ان انا داخل في مجموعة محطات تليفجيون كان زماني دخلت دلوقتي ما دخلتش عمر صلاح دياب استخد يعني هل استخدمت المصري بقى ليه حماية مصالحك ليه تصبيت امورك عمرك شفت المصري اليوم بيستخدم للهجوم على قلم من الاخلام اللي بتهاجمني ما حصرش بس ابراهيم انت كتير اتهمك بعدم الحيادية وانك بتراعوا مصالح وفي حوارات كتير مثلا لما ابراهيم سليمان مسك شركة الخدمات البترولية ولك عفوا شركة خدمات البترولية ولك مصالح بترولية صفحتين لابراهيم سليمان عمري اولا اولا ابراهيم سليمان مسك شركة مقاولات بحرية لها علاقة لا بعملي لما مسك هذا الموضوع حاملة عيسى حقول لحضرتك حاجة وابراهيم عيسى يعرفني كويس وما اعتقدش انه هيتكلم عليها ابدا وما اعتقدش انه تكلم هل كان عندك خلاف اخير مع دكتور سيد بدوي ويعني هددك ان هو حاملة شرسة عليك وعلى محمود الجمال واضطريت ان انت تحزف مقال زميل في المصر اليوم اطلاقا برضو اطلاقا تقول الحقيقة ولا دي نص الحقيقة بالكامل عمري لمعلوماتك عمري ما حد يقدر يختلف مع سيد البدوي لان سيد البدوي لسانه حلو اللسان ولسانه رطب ومش هيخش معاك في خلاف خد يختلف بينه وبين نفسه معايا انما عمره ما اختلفت معاه وتصدمت مع سيد البدوي اطلاقا ما حصلش ولا جاب لي سيرة ولا عمره جاب لي سيرة محمود الجمال ولا حاجة خالص انا كل ما في الامر قلت له يا سيد الهرتلة اللي شغالة دي ضدي انا مش قادر افهم اعتقد فهو وقف الحملات بتاعته في المصر اليوم على ثلاث اعداد على ما اعتقد ازعجتك الحمل لم تزعجني واتمنى ان احنا نعمل حديث ولو لو عيدة زي ما كنت هتنشر نفس الحوار انا مش انا اللي بقرر انا مش معترض مش معترض لسبب بسيط طب ليه اجلتوا او ما نشرتوش حوار مع لم يتاح لو جالنا حوار مع صوف اعتقد ان كان فيه حوار وما اتنشر لا ليه ليه مش هيتنشر امقلق بقى من الشارع لا اي حوار موجود اتهاءلي ان كل الشارع عاوز يقرأ عاوز يشوف الناس بيقولوا ايه الراجل ده بيقول ايه بيدافع عن نفسه بيقول ايه وان صلاح دياب انت الان 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 على البلد انا مش الان على البلد انا 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 متفائل جدا متفائل جدا خطعا ان التحرك فيه تحرك هيحصل بس للامام لانا ما فيش مساح ارجع الورا يعني انت متفائل لكن عايز بكرة يبتدي بسرعة انا متفائل وعايز بكرة يبتدي بسرعة و ومش الان من البلاغات اللي عليك انا ما فيش انا انا عايز اقولك حاجة انا اقلق لما ابقى غلطان في حاجة وبالعكس دي بقى البلاغات هت فيها الخلاص لو انا غلطت في حاجة وحتى واخدت انا ما عملتش انا الحمد لله لم امكن من ان اغلط يعني مش لم امكن اه يعني حتى الغلط لم امكن من انا بشكرك انا بشكرك كل سنة وانت طيب طيب ودي كانت الحقيقة زي ما هو شايفها هل هي كل الحقيقة ولا نص الحقيقة نستنى نسمع رأيكم ده كان صلاح دياب وبكرا نتقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة